اشتركوا في القناة انت على نفسك الفاتحة لا تفتقر الى الخلق افتقر الى الله قد يقول انا لا احفظ القرآن تحفظ الفاتحة لابد كل مسلم يحفظ الفاتحة الفاتحة رقيا بعض الناس يوسوس ان الصلاة يظن انه مسحور محسود كل الناس تنظر اليه لا انت تتحصن بالاذكار والله سبحانه وتعالى يحفظك لا لا اشتركوا في القناة لا لا اشتركوا في القناة